اختتمت أمس بالعاصمة الغنية أكرى اختتمة الاجتماع التاسع لمجلس وزراء اتفاق منطقة التجارة الحرة القرية الإفريقية بحضور عدد من وزراء التجارة للدولي أعضاء الاتفاق وسكرتارية الاتفاقية وممثلين عن شركاء التنمية منهم بنك التنمية الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الجمارك العالمية وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي في هذا الإطار أكد إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال مشاركته في الاجتماع نيابة عن وزيرة التجارة والصناعة حرصة مصر منذ بداية المفاوضات على التزامها الكامل وعلى مشاركتها الفعالة بغية استكمال التفاوض في الأمور الفنية العالقة من المرحلة الأولى للمفاوضات